وخلال الزيارة قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة موسعة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشطائية لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات حيث صعد مدبولي ومرافقه أعلى أحد الأبراج في نقطة مشاهدة مرتفعة تطيح رؤية شاملة للمنطقة للتعرف على السير التنفيذ كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشطائية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته هذا واستمع مدبولي لشرح حول موقف تنفيذ الأبراج الشطائية حيث تشهد المرحلة الأولى تنفيذ 15 برجا ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا واطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة كما تابع مدبولي موقف التشطيبات بمبنى الكنيسة مشيدا بجودة أعمال التنفيذ انطلاقة نحو المستقبل وفرصة للتغلب على التكدس السكاني تقدمها مدينة العالمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط ضمن جيل جديد من المدن الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع تأتي ضمن مخطط الدولة للاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر لتحقيق مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية لقاصديها بما تترمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية أهداف كفلها لاختيار المتأني لموقع العالمين الجديدة من حيث قربها من ملاطق التنمية الجديدة الواعية حيث تقع في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح وتبلغ مساحتها الإجمالية 49 ألف فدان وتستهدف استيعاب ثلاثة ملايين نسمة ومن المخطط لمدينة العالمين الجديدة أن تضم أربعة عشر حيا متعدد المستويات ومناطق تجارية وخدمية على مساحة خمسة ألاف فدان كما تضم مراكز بحثية وجامعات على مساحة ألف فدان ومناطق لوجستية ومناطق صناعية وبحسب المركز الآلامي لمجلس الوزراء تنفرد مدينة العالمين الجديدة باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثل لها في الشرق الأوسط حيث تضم المدينة الجديدة أول محطة إنتاج مياه للشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى مائة ألف لتر مياه يوميا وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العالمين الجديدة وممشى سياحي على مساحة أربعة عشر كيلو مترا بالإضافة إلى منطقة ترفيهية ومركز طبي عالمي على مساحة أربعة وأربعين فدانة هذا إلى جانب محطة لتحلية مياه البحر ومشروع زراعة محاصيل مثل النخيل والزيتون والرمان بالإضافة إلى جامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومركز سياحي عالمي كما يوجد بمدينة العالمين الجديدة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال المؤتمرات من الخارج هكذا تواصل مصر مسيرة تشيد وبناء المدن الجديدة في كافة أرجاء البلاد لتصبح العالمين الجديدة أيقونة البحر المتوسط وقبلة السياحة الدولية والفاعلية العالمية ترجمة نانسي قنقر